المدنيون في قطاع غزة يعودون للسقوط وأولهم استشهاد طفل في العاشرة وجرح ستة آخرين في غارة جوية استهدفت مسجدا شمال القطاع والسبب عودة العدوان إلى ما كان عليه قبل 72 ساعة بعد فشل الوفدان في القاهرة في التوصل إلى تمديد الهدنة جيش الاحتلال يعلن رسميا استئناف ضرباته ضد القطاع في قصف جوي من طائرات الأف ستة عشر على عدة مناطق من القطاع غزة فيما شاركت المدفعية والزوارق الحربية في قصفها للمناطق الغربية لبيت لهيا شمال القطاع جنود المحتل وأليته العسكرية تعيد انتشارها على تخوم غزة هذا بعد إعلان رئيس وزراء الكيان بن يامين نتنياهو بالرد على صواريخ المقاومة ثلاثة أيام من وقف إطلاق النار المؤقت انتهت في الثامنة صباحا بتوقيت الأراضي المحتلة أعلنت على إثرها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وألوية صلاح الدين عن قصفها عسقالان وكيسوفيم وذلك مع انتهاء الهدنة المؤقتة في قطاع غزة كما استهدفت مجمع أشكول بخمسة صواريخ وموقع ناح العوز العسكري شرق مدينة غزة سرايا القدس حملت العدوى المسؤولية وقالت إن إسرائيل أنهت التهدئة المؤقتة برفضها مطالب المقاومة من جانبه قال سامي أبو زهر الناطق باسم حركة حما صباح اليوم إن الفصائل لم توافق على تمديد التهدئة وأنها مستمرة في التفاوض بالقاهرة عودة العدوان برره فيما سبق الكيان بهدم الأنفاق ولم يهدم إلا البيوت على رؤوس قاطنيها من الأطفال والمدنيين واليوم يظهر ببيان ليقول فيه ثانية إنه لا تفاوض إلا بتوقف صواريخ المقاومة وبينهما نتيجة تقول أن الصحاين فعلا أرهقتهم الحرب وأن شهرا كاملا تحت الأرض في الملاجئ لم يزد المقاومة إلا قوة والكيان لم يحصد غير الهوان